قلبي مشلوع منه هذه اتفاق سياسي الولاي اللي يريدون يسقطونها عن ربحهم بس قل لي هذا ايه لأ لا احسنت هي تسوية تسوية نعم نعم تسوية زي اغلب السلف هاي تم صرفها من قبل يعني اعضاء الحزاب الحاكمة عندما قام رئيس المجلس او اللجنة بقراءة المادة 16 كان عدد المصوتين 40 فرئيس المجلس اطرق بمطرقته قال حصلت الموافقة اعترضت انا انا النائب الوحيد اعترض قتل السيد الرئيس لم تحصل الموافقة وانا من حقي اذا صعد على منصة احسب الاعضاء اللي يصوتهم فبعد ما صار اعتراض من قبلي رئيس المجلس غير بالنص قال لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تقصيصات لغرض اطفاء السلف الحكومية بعد ما اضاف رئيس المجلس الحكومية اغلب الاعضاء صوت او انا لم اصوت شنو اضافة تقصيصات لأطفاء السلف الحكومية مو كانت ما بها من قرأها رئيس المجلس ما حصل التصويت انا اعترض قلت ادعي احسب المصوتين ما كان اكو يعني ما تم التصويت عليها لأن كانت متروكة اطفاء السلف ومفتوحة رئيس المجلس اضاف كلمة السلف الحكومية بعد اعتراضنا عليك حال أهلا بن أعضاء صوته في البداية أنا ما صوتت حتى تكمل استان هادي حتى تكمل بعد إعلان حتى تكمل تقدر تعرف لي شنو معنى السلف الحكومية وشنو طبيعة هذه السلف الحكومية هذه أخذت بوصولات وهي غير خاضعة للتجارة وتعتبر ائتمان ما معنى السلف الحكومية شقصت بالسلف الحكومية تعبير ما واضح السلف هي السلف 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 نوعين سلف شخصية اللي يأخذوها كبار المسؤولين رئيس الوزراء الوزراء رئيس الجمهورية المحافظين رئيس مجلس المحافظة سلف مستديمة تتعلق بالسلف الوقتية في الدوار الاعتيادية هاي السلف مستدامة وسلف الدوار الأخرى على سبيل المثال لشراء الأدوية في المستشفيات وغير ذلك في بعض الحالات يعني ما بها شكل ولكن مشكلة هي أغلبها بالسلف الشخصية يعني على سبيل المثال اعتقد سابقا كان مثلا محافظ أو رئيس محافظة أو وزير يذهب إيفاد إلى إيطاليا أو الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بصرف سلفة تقدر بكذا مليون فبعد رجوعه الحسابات يطالبوا بكشف الجواز وقائمة الفندوق والصرفيات الأخرى فيمتنع يمتنع الوزير أو المحافظة أو المدير عام بتقديم وصولات يسد بيها السلفة يطلع تقاعد أو تتبقى السلفة معلقة وهكذا يعني وزير وزير راح سفرة يا أستان يا أستان هادي وزير راح سفرة رئيس راح سفرة أجزر له طيارة بسفرته مليون دولار أنا كشعب أطفل سلفة عنه ليش هل القانون يسمح له يأجر طيارة أو يصرف طباكة ملي عالي هكو نص قانوني يسمح له أنا كشعب أطفع له شون تطفع هاي السلفة دايل هذا وسلف أخرى تعلق بسلف أنواع أخرى احنا عليه حال هذا الموضوع مشخص من قبل ديوان الرقابة المالية وفيه مخالفات كثيرة وفي السنوات السابقة كل ما يطرح هذا الموضوع يتم أسقاطه من قبل مجلس النواب ولكن في هذه المرة أغلب الأحزاب الحاكمة متفقعة على هذا أنت بس فهمني بس فهمني يا أستان هادي حتى الآن نغادر هاي النقطة أنا قلبي مشلوع منه هذه اتفاق سياسي الولي اللي يريدون يسقطونها عن ربحهم بس قل لي هذا إيه له ألا يا أحسن تسوية تسوية نعم نعم تسوية أغلب السلف هاي تم صرفها من قبل يعني أعضاء الحزاب الحاكمة أذكرك بقضية أنت تقول لي هاي تدخل من ضمن هلولا في يوم من الأيام هي عنوان السلف السلف التشغيلية التي منحت للمشاريع الوهمية في سنوات سابقة قدرتها إحدى النائبات ماجدة تميمي بـ 250 مليار دولار سلف تشغيلية لمشاريع وهمية هاي أيضا ستسقط هي هي سلفة سلفة تشغيلية نعم تسقط نعم مقصودة مقصودة ماذا 16 مقصودة نعم سلف نعم سلف اللجان التنفيذ المباشر واللجان الأخرى مقصودة نعم هذا نهب منظم إذا أنت تقول هاي الشكل إذا تقول مقصودة وانت تثبت الموضوع نعم وأنا أسأل هذا نهب منظم عندك رقم إيش قد السلف إيش قد قيامها يعني إن شاء الله بالحلقات بالحلقات القادمة حتى نحن التعامل بالورقة والحسابات الحقيقة إن شاء الله في الحلقة القادمة سأقوم بالحصول على جداول تفصيلية لهذا الموضوع لأنه إحنا المفروض أساسا مع احترام للسادة الأعضاء ما يصير يصوتون على هذه المادة لأنه لا أكو سنوات يقول أطفال السلف للسنوات السابقة يا سنوات سابقة هذا موضوع موضوع ثاني هي المبالغ جد السلف شخصية غير شخصية مشاريع أما أحد يعرفه فهذه مبهمة المفروض ترفق بجداول على أية حال لا لا قبل أي اتحال يا أستاذ هذه قبل على أي اتحال يجب أن يسمع البرلمان الغراقي ورئيس اللجنة المالية والحكومة أنتم تقولون هذه الموازنة للشعب وهي أموال الشعب وأنتم مؤتمنون على إدارة أموال الشعب كيف تجي فقرة تحشر بها أموال الشعب وما بها أمام الشعب جداول وأرقام وتخصيصات ومعرفة إشلون يعني إذا بدينا البدايات كانت بهذا الشكل يا سيد عطوان العطواني ويا رئاسة البرلمان لماذا لم تذكر هذه تحديدا للأرقام قلونا هاي أموالنا إحنا هستريتون تاخذوا للأحزاب عدكم قضية بس أطلعونا قلونا وين الجداول مالة السلف إش قدأ قيامها شن السلف المشمولة وشن السلف الما مشمولة هذا السؤال بي شيء أما عدم إرفاق الجداول الذي أشار إليه السيد النائب على أكثر من علامة استفام نعم أستاذ هادي تتفقوا إياي فأنا إن شاء الله مع فريق من المحامين إن شاء الله سنطعن بعد نشر في لقاء العراق سنطعن في دا المحكمة الاتحادية لإسقاط المادة 16 زيانا تتعلق بقضية نهب منظم وسرقة للماء العام اشتركوا في القناة